عبد القادر يا ابو علب كيف الحال علي يا لغني هذه ماسكة معايا مدري ليه كيف سمعتانا كيف جات في بالي يا الله يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين حاشتاني حياكم في الحلقة الثالثة من سلسلة أفلام خارج الصندوق السلسلة اللي تجمع خمسة أفلام مختلفة خمسة أفلام بمفاهيم وتجارب مميزة خمسة أفلام خارج الصندوق معظم الأفلام في هذه السلسلة يا جماعة ما هي من اختاركم وترجيعكم انتم شكرا لكم قبل شكرا ليا راحة يعني قاعدة ترشحوا لي أفلام مرة مجنونة على كل حال يا حبيب قلبي انت لا تنسى الاشتراك في القناة لو انت مشترك تفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات أول بأول والهم من هذا كله لايك يا جماعة اذا عجبكم الفيديو يضغطوا لايك ترى العجاب مرة مهمة عيال فلا تنسونا الله يعطيكم العالف وعشان لا يكثر الكلام الفيلم الأول The Game واللي صدر عام 1997 تراما اكشن غموض والمخرج من ديفيد فينشر انا قلت الفيلم كويس قبل خمسة ثوانية لا الفيلم مرة بطل مو مرة بطل بس فيلم بطل بطل مو مرة بطل يعني ديفيد فينشر وكمان مايكل دوغلس ايش تباها لمن كذا الفيلم هذا جلس عندي في اللستة فترة طويلة فترة طويلة جدا لدرجة انه اندفن في قاعد قائمة الأفلام اللي ناوعة تابعها ولكن لانكم ذكرتوني فيه قلت خلاص انا الاوان وفي اللحظة اللي قررت تتابع فيها قلت يا ولد ويش هذا الفيلم فعلا الفيلم خارج الصندوق الفيلم تميز بعدة اشياء للامانة اولا فكرة جديدة ما فيها كلام ثانيا تشويق مستمر يشدك لنا اخر لحظة كذا تبغى تعرف ايش النهاية يا الله متى يخلص الفيلم مو متى يخلص الفيلم عشان طفيش لا متى ابغى اشوف النهاية عارف ذا النوع من الفيلم وثالث حاجة النهاية يعني على قد ما تحاولت انا مدري اتكلم عن نفسي على قد ما حاولت اني اتنبأ بالنهاية بيو فصたع شي ثاني المهم يا جماعة تدور أحداث الفيلم حاول رجل ثري جدا لا وين ثري مرة فاحش الثراء بيتكلم عن مئة الملايين وفي يوم ميلاده توصل لهدية غير متوقعة رجل فاحش الثراء اكيد ما بتوصله سيارة ولا بتوصله ساعة ولا بالستيشن فايف لاشياء دي تافة عنده فوصلت له هدية مرة غير متوقعة لا انا لا انت ولا احد ثاني ممكن ايش يقدر يتنبأ فيها الفيلم راح يلعب عصابك راح يخرجك خارج الصندوق فعلا تذكر احنا نتكلم عن المخرج ديفيد فينشر وعن بطولة الممثل الأوسكاري مايكل دوغلس ايش تباكتر من كده هذا الفيلم ماست واتش لازم تشوفه الفيلم حصل على تقييم 7.8 من عشرة ومدته ساعتين كيف بس انا اضيف مدة الفيلم ويصلح للمشاهدة العائلية ولمن هم فوق 15 سنة فيب لا يفوتكم الفيلم الثاني واللي صدر عام 2015 فيلم كوميدي درامي رومانسي ماهو رومانسي هو رومانسي بس ودك تضيف بعد رومانسي حاجة رومانسي الله يقلع ام الغرابة يا جماعة اللي في هذا الفيلم شوف هذا من الافلام اللي اذا تابعتها تقول لنفسك ايش يحس فيه الكاتب ويش كان يتعاطى الكاتب يوم جاته هذه الفكرة ما اليوم فيلمية كان تحت تأثير الحشيش وللمخدرات هذه ماهي فكرة انسان بعقله هذه ماهي فكرة تجيك وانت تستحمى فيلم كل ما تتوقع انه غريب يصير اغرب هو فيلم خارج الصندوق هذي ما فيها كلام لكن فكرته ايش هذا قصة الفيلم عن عالم غريب ومتطور بشكل غريب جدا وعالم زي عالمنا بس فيه كده قانون غريب عندهم اه او قوانين غريبة واغرب قانون واهم قانون عندهم هو انه ممنوع اي واحد يكون سنجل او عزوبي يا ويلك ويا سواد ليلك تصير عزوبي ما ليش شغل يدور لك شريك حياة من حمار اهم شي ما تقعد عزوبي لانك لو ما لقيت شريك حياة في فترة محددة ما راح يسجنوك ايش اللي نسجنت تفاءة هذي عالم متطور ولا راح يقتلوك لاش نقتلك ترتاح من الحياة لا يحولوك الى حيوان انا عارف انا عارف بتقوله جيه تستهبل علينا الفيلم مرة غريب بس صدقني فيه شي يشدك ويخليك تستمتع فيه كذا ودك تعرف وش اخرتها يعني مع الفيلم هذا في رسالة للامانة كانت في عقل الكاتب بس اتوقع ان نختار اغرب طريقة عشان يوصلها لك فيها وعمل حسابك الفيلم الكبار فقط وفيه مشاهد مرة غريبة مشاهد مدري اشه ممكن مشاهد مدري اشه الواحد ممكن يقول عنه والفيلم حصل على تقييم 7.2 من 10 ومدته ساعتين الفيلم الثالث ريدي بلاير 1 واللي صدر عام 2018 الله ما نداري هل هو نفس الشخص ولا لا بس اكثر من مرة يجيني ذا الفيلم يا وجيه ريدي بلاير 1 تكفى ترى الجيمر بيدعو لك الجيمر بيحبوك اوكي هنتكلم عني فيلم اكشن ومغامرة وخيال علمي وللامانة واحد من الافلام المفضلة عندي ومين المخرج ستيفن سبيلبرغ خلاص شوف الفيلم يحتاج اتكلم اوكي بتكلم فكرة الفيلم تقريبا جات ببال كل انسان في هذا العالم ولكن في هذا الفيلم تم تطبيقها بافضل شكل ممكن وما هو بشكل مثالي بس بشكل ممتاز مين ما جاف باله حكاية اوو ودي ادخل في هذه اللعبة اودي ادخل فورتنايت كده بجسمي ومحط ام المعرقين بنفسي ودي اجرب ادخل اوفر واتش واطعن استمير فاتش يعني جيكم الافكار دي صح ولا لا في هذا الفيلم بتشوف كيف ممكن تكون هذه التجربة وبتشوف كل الافكار اللي ممكن الواحد يتخيلها لو فعلا قدر يدخل الى عالم الالعاب بوعيه مش بيدينه قصة الفيلم عن مطور العاب عبقري جدا يخلق او يصنع عالم افتراضي ويسميه اوايسيس او الواحة لا مش ماب اوضرواتي فكونا العالم الافتراضي هذا يا جماعة او اويسيس تقدر تدخله حال وحال اي لعبة بس تصمم شخصيتك وصوتك وكل التفاصيل الاضافية تدخل بجسمك كده تدخل تلعب تتضارب تتونس تتعرف على ناسه من هذا الكلام ولكن مطور هذه اللعبة يموت ويكتشفون انه لما مات ترك تحدي او لغز لجميع اللاعبين في الواحة واللي يقدر يحل هذا اللغز او التحدي راح يرث ثروة طائلة وسيطرة كاملة على هذه اللعبة او عالم اويسيس ماهو ماب اوفر واتش الله يرحم امك الفيلم يا جماعة رهيب الاكشن فيه ممتع لانه كده اجواء الفيلم بشكل عام فعلا تخليك تستشعر كل التفاصيل الصغيرة واذا انت من محبين الالعاب او غيمر بشكل عام الفيلم هذا بيكون واحد من افلامك المفضلة لا محالة مرة خذ كلام وحصل على تقييم سبعة ونص من عشرة ومدته ساعتين وعشرين دقيقة وذكرت بعض المصادر انهم شغالين حاليا على جزء ثاني من هذا الفيلم بالرغم من ان قصة الجزء الاول تقريبا منتهية الفيلم الرابع سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس اقسم بله خلاص يا جماعة اهو بتكلم عنه ان كتب كثير اتكرر كثير هذا الفيلم وانا صراح احب هذا الفيلم فيب بتكلم عنه عاد هذا الفيلم مو خارج الصندوق وبس يعني هذا الصندوق اللي فيه الافلام العادية وهذا الصندوق اللي احنا خرجنا فيه وجالسين نطور افلام خارجه لا هذا خارج الصندوق نفسه وحتتفاجأ عزيز الوجيه لو اقولك انه مصنف ضمن قائمة اعلى 250 فيلم تقيما في موقع ام دي بي هو انيميشن بس مش انيميشن رسوم متحركة بس مش رسوم متحركة صراحة الرسم كان مرة رهيب وصرح استيديو سوني انهم كانوا حريصين انه يتم تقديم العمل بطابع الكوميك بوك بمعنى انك لما تتابع الفيلم تحس كأنه كده جالس تقرأ من كوميك بوك عارف كأنه فيه كوميك بوك كده تشوفه وقعد يتحرك الاشياء فيه غرابة وجمال الرسومات والتحريك مرة رهيب وهذا الشيء يرجع لعامل مهم من عوامل نجاح الفيلم وهو عامل الوقت الفيلم هذا استغرق انهاؤه مدة طويلة جدا صراحة ما اعرف متى بس بقول لكم معلومات مهمة وبتعرف انه مرة اخذ وك اول حاجة تم تعين فريق من الرسامين عددهم 180 رسام هذه النقطة الاولى مش بس كده الخمس ثواني او الاربع ثواني الرسم وتحريك كانت تاخذ منهم اسبوع كامل خيل تشتغل اسبوع كامل عشان ترسم او تحرك اربع ثواني فيه شغل فيه شغل شقة وتعب لكن في النهاية صراحة طلعوا بفيلم ممتاز تحريك رسومات اكشن كوميديا كل شي كده مرتب للامانة حتى الموسيقى التصويرية والاغاني يا سلام شي شي الفيلم كده بتستمتع فيه من كل النواحي لاهم من هذا كله القصة القصة رهيبة قصة الفيلم تتمحور حول فكرة الاكوان المتعددة او الموازية وهذا لعبتي هذا جوي احب الخربيط اللي كده يا جماعة وبطريقة ما ومن خلال كارثة كونية تجتمع كل شخصيات سبايدر مان من العوالم الموازية في عالم واحد ويبدأون يتحدون علشان يوقذون العالم يعني كده العالم صار فيه زي اللخبطة وصارت الاكوان بتندمج وبتبلع مدري كده لخبطة بتشوفوها بعدين الزبدة لازم تشوفوه يا جماعة حتى لو ما تحب الانيميشن تجربوه ترى مرة بيعجبه الفيلم حاصل على تقييم ثمانية ونص من عشرة ياب ثمانية ونص من عشرة تستاهبه ايوا ثمانية ونص من عشرة ومدته ساعتين تقريبا ويصلح للمشاهدة عائلية وليمنهم فوق ثلاثة عشر سنة لازم تشوفوه ارجوكم صدقوني وينزل منوج الثاني الفيلم الخامس وليس الاخير لانه في فيلم سادس شطحة لو فاكرين وضفناها حركات الفيلم الخامس بيكون فيلم ارجنتيني ايش بك تخضيت كده ايوا فيلم ارجنتيني ويش المشكلة الفيلم هذا صدر عام 2014 وخليني اكون صادق معاكم الفيلم هذا خارج الصندوق بعدة اشكال اول شي خارج الصندوق كونه فيلم ارجنتيني وانا متأكد انه في حياتك ما شفت فيلم ارجنتيني ثانيا التمثيل في هذا الفيلم يا جماعة مجنون مرة مجنون لدرجة انك تشكنه تمثيل وهذه نقطة نضيفها للارجنتينيين واحد صفر الارجنتينيين مع مين مدري بس انه نقطة لهم غير الاخراج والقصص الرهيبة اللي قدموها في هذا الفيلم الفيلم عبارة عن ستة قصص مختلفة في فيلم واحد يعني تحس كأنه مسلسل مجمعينه في فيلم واحد وكل قصة مختلفة يعني ما لها اي ارتباط في اللي قبلها يعني يمكن لو في رابط وحيد بين الستة القصص هو السخرية من بعض العادات والتقاليد في المجتمع الارجنتيني ومن الفساد المنتشر في المنشآت الحكومية والخاصة والقطاع العسكري يعني كذا يعني دق واضح عيني عينك انا عارف انك الحين جالس تقول ام ارجنتيني يا بوي شوف لانا اللي بعده بس صدقني راح يعجبك صدقني راح يعجبك بنسبة كبيرة راح يعجبك كوميديا اثارة شوية اكشن وكل هذا في ساعتين وفي اكثر من قصة يعني القصة اللي ما تعجبك عاجي يسوي لها سكيب وشوف القصة اللي بعدها وبنسبة كبيرة ترى ما راح تسوي سكيب لانه كل قصة ارهب من اللي قبلها قصة قصيرة وحماس الفيلم حصل على تقييم 8.1 من عشرة ومدة ساعتين وغير مناسب لمن هم اقل من 18 سنة في الفاظ في مشاهد كمان في اشياء مقرفة صراحة مليان مليان فما يصوح الا للكبار فقط وكذا اخيرا وليس اخرا الفيلم الشطحة او الفيلم السادس اسمه The Beauty Inside فيلم درامي بحت من السينما الكورية فيلم شاعري ومناسب جدا للناس اللي تحب الدراما والرومانسية اي نعم انه شطحة ولكنه برضو خارج الصندوق لانه خلال ساعتين وسبع دقائق في هذا الفيلم الحالم راح تعيش مع شخص يمر بحالة غير طبيعية ما ادري اذا ممكن نصنفها كحالة مرضية او لا ولكن البعض قد يعتبرها نعمة والبعض الاخر قد يعتبرها نقمة بالنسبة لي نعمة صراحة عندي كده افكار كثيرة لو صارك بطل القصة هنا عنده مشكلة كبيرة يا جماعة وهي انه كل ما يصحى يلاقي نفسه وتغير شكله ينام طفل يصحى شايب ينام شايب يصحى بنت ينام بنت يصحى بنت مراهقة ينام بنت مراهقة يصحى شاب وسيم ينام شاب يصحى 40 متشرد يفقد مظهره ولكن ما يفقد ذكرياته لانه عارف هو مين ويفقد ملامحه بس ما يفقد ذاته فاهمين بس يتغير شكله الباقي هو هو زي ما هو وخلال الساعتين هذي راح تبحر معاه في رحلة غريبة وشاعرية فمزوجة بمشاعر سعادة وحزن ما بين معاناته في ايجاد هوية ثابتة لنفسه وما بين مشاعر الحب اللي خبيها البنت تسكن مدينته وصعوبة مصارحتها بحالته الغريبة تخيل تحب بنت وبعدين شكلك يتغير ثاني يوم العنوم من نشبه ايش بتسوي اسئلة كثيرة بتجي في بالك وانت تتابع الفيلم الفيلم بشكل عام جميل ولكن فيه ايب واحد بس ايب واحد بس صغير هو انه الفيلم طويل ياه هو ساعتين بس تحسه ثلاث ساعات مدري ليش يمكن لانه رتم الفيلم بطيل بس اذا انت من محبيت دراما وكباية الشاي كده والقهوة والروقان هتفل عليه عن نفسي تابعته على دفعتين بس كتجربة درامية ورومانسية مرة اعجبني انبسطت عليه ومثل ما قلتلك ما تحب الدراما ما لك في الرومانسية لا تشوف الفيلم وتجاوز وخليك في الخمسة الافلام اللي فوق لكن ممكن توصي عليه احد من اصحابك او صديقاتك وكذا عرفتوا كيف الفيلم حصل على تقييم سبعة ونص من عشرة ومصنف لمن هم فوق ثمنتعشر سنة الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو وشاركون افلام خارج الصندوق اللي تحب ونضيفها لقائمتنا في الفيديو الجاي ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الاعجاب لو اعجبك الفيديو ارجوك لا تنسى تضغط لايك لو ما اعجبك اضغط ديسلايك عادي بسامش لا تنسى كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم